اشتركوا في القناة هذا كله يضعف إلى محاولاتها المتكررة للدفع بالشعب الجزائري للخروج إلى الشارع والدخول في مواجهات دامية مع قوة الأمن لم يقف نشاط هاتين المنظمتين الإرهابيتين عند هذا الحد بل اعتمدت عدة أساليب أخرى من أجل التغلغل بأفكارها ومشاريعها الهدامة في أوساط الشعب الجزائري وذلك عن طريق استمالة الشباب من ذوي المستوى المحدود ثقافيا وفكريا وحتى اجتماعيا من أجل اعتناق أفكارها والترويج لمخططاتها بعد أن تقدم لهم إغراءات ووعود بمستقبل أفضل الإرهابي محمد بن حليمة ما هو إلا عينة عن بعض الشباب الجزائري الذين غرر بهم من طرف المنظمة لإرهابية رشد خدمة لدوائر معالية وتنظيمات إرهابية استغلت اندفاعهم وحماسهم طارة وسذاجتهم طارة أخرى وقامت بإغرائهم بكل الطرق لأجل تجنيدهم وتسخيرهم في تنفيذ مخططات خبيثة عدائية تستهدف ضرب أركان الدولة الجزائرية ومؤسساتها مخططات قد لا يسمح لهم وعيهم وربما حتى مستواهم الفكري والتعليمي من إدراك حقيقتها وخبث نواياها إلا بعد فوات الأوان وحيث لا ينفع الندم معكم العسكري السابق بن حليمة محمد العزوز المعروف على مواقع تواصل الاجتماعي بإسم بن حليمة محمد زي تقدم شهادة حصرية حول الخاونة والعملاء المتواجدين في الخارج حتى يعلم الشعب الجزائري حقيقة هؤلاء اللي ما ما زالوا متواجدين في الخارج واللي رغم يحاولوا يستخدموا الشباب الجزائري معجل إسقاط الدولة الجزائرية وضرب الجيش الوطني الشعبي بن حليمة محمد عزوز بمواليد 1911-1989 مواليد المحمدية والليت معسكر تحق بالجيش الوطني الشعبي في 27 جون في 2009 الحمد لله كنت مكينة مع خاوتي العسكريين زملائي العسكريين كنا عايشين لباس كنا بيان كانت العلاقة جيدة مع الزملائي العسكريين ما كنا نشتغلوه في الميدان كانت العلاقة جيدة بعدها تحول إلى وزارة الدفاع الوطني ثم ثاني اشتغلت كسائق الحمد لله أيضا ما كانت عندي مشاكل مع الزملاء التوعي كنت نشتغل عادي كانت الأمور عادية تمشي في الطريق الصواب تواصلت مع محمد عبدالله في قوت 2019 تواصلت مع مرتين المرة الأولى تواصلت معه عرفت روحي بنفسي أني بالحديم محمد وما خبرتوش بي أني عسكري تواصلك عن طريق تطبيق الميسنجر تواصلك عن طريق تطبيق الميسنجر ما قلت له باللي راني عسكري قلت له باللي راني حب نهجر وحب نخرج من البلد قال لي قال لي بصح تكيفة شونا قلت له ما خبرك بوله قلت له مهم أني حب نخرج من البلد وعن عندي ضغوطات أنا تقريباً ارتحت لمحمد عبدالله لأنه هو بصيفته كعسكري سابق أيضاً شغل كي نهضر له يحس بي ارتحت له تسمى كونتاكتيته هو هو قوش قال لي قال لي خلاص قليتك نشوف لك ونعود رضي لك الخبر أوتوماتيك ما هو أوفيسيال كراح يتاصب بالعربي زيتوت باش يخبره بداية كين واحد حبي يخرج ما قلت له سبلي عسكري في المرة الزوجة قلت له بليني عسكري وصيب وراني در الفيزا وراني دي سيديت نخرج لأنه في المرة الزوجة قال لي ما الأحسن أنك تقعد الداخل في الجزائر لأن العربي زيتوت له هدفت له أنه يجند عسكريين داخل الوحدات باش يكونوا عنده كمصادر دي شورس باش يمتدوا زعمة بالمعلومات هنا أنا قررت أن نغادر الجزائر مباشرة قلت له خلاص دي سيديت لا دي سيديت قلت له قال لي خلاص قال لي قال لي مدام دي سيديت باش تخرج قال لي ربي سهل قال لي رواحي اللي نتلقوا في ألي كونت تفاهمنا بأنه نتلقوا في ألي كونت ومن بعد لما نتلقوا في ألي كونت نهضروا كي نتلقوا معها فاس عفاس نقصروا عندما ننقوم بها ونقدم لهم معلومات راح حتى الخارجة تاعي راح تبوء بالفاشل يعني ما راح نقدر نخرجهم بعد صادقون التحكم يعني ما قدمت حتى معلومة ما حبيت أقدم حتى معلومة لما غادرت للزائر غادرت في أول سبتمبر 2019 على الربعة ونصف حشية من مطار هواري بومدين بألي كونت الإسبانية التقى الإرهابي محمد بن حليمة بالإرهابي الموقوف محمد بن عبد الله ومن هناك بدأ التواصل مع الإرهابي محمد العربي زيطوت الذي كان يرى فيه صيدا ثمينا يجب استغلاله والاستفادة منه في أسرع وقت لما وصلت الالي كونت على الربعة ونصف تواصلت معهم من المطار قلت له أني إلحقت الالي كونت قال لي خلاص قال لي روح للبلاصة التعالي كونت أنا مينش متذكر علي اسم البلاصة إكزاكت الله ما أني متذكر رحت للبلاصية كبيرة تعالي كونت ونكيننا فورا في وص الالي كونت في قلب الالي كونت وبقت نستنى فيه ثمى في سطاسيونتال حافيلات جاني جواه ثمانية تعلي جاني جواه ثمانية تعلي كان ظلم بدأت تطيح أنا فقط الآن قلت سير منه ما غادش يجيني لأنه هو ثاني عشكري وغادر البلاد ثم قلت ما غادش يثق فيه ما غادش يذيك ما غادش يجي كما كان الحال جاء جاء ثمانية تعليل أنا ما معرفته وش بسكو كنتم كونتونتر مع تليفون كنتم شوف تليفون تائي كي كان جاي هو على الجنب قال يستاعد كي قال يستاعد شغل عودة أولات لي الروح باللي راح يجي تسيبه وهذا هو البنادم اللي اللي نحوش عليه دورت راسي تحكت نوت سلمت عليه قال لي أنت هو وقلت له ايهانا هو سلم عليا قال لي يروحوا قلت له يروحوا ويروحوا قال لي يروحوا لسانخوانو القرية اللي نساكن فيها هو في ذلك الفترة كان ساكن فيه في مركز الوجوء تسانخوانو تمام منوعيا ندخل مع هالمركز الوجوء مركز الوجوء كان فندق كان وكارين لهم سما في فندق كان عنده شونبره وولاده قلت نسلنا فيه تماكن في الجاردان اللي أنفاصله قلت نسلنا فيه تماكن هو دخل الشونبرات تععوه بالخاف دار فيه الصندوك وعاودوا لعندي جاب لي صندوك تعشيت تقعد مريحة ويهتمه في البلصيت بقى هنا مقصرين وتواصل هو مع العربية تجوه تسعة تعليد قالوا ووصل العسكري هذا وتواصل معي وره هنا في قد يكون قالوا معي قالوا خلاص قالوا عندي قالوا تسعة اللي تسعة و أقومت بى لديها و أقومت بك و أقومنت بك وفوت للمحمد عبد الله قالوا مهم تغلق فيه قالوا ارد بالك منه مم بعد كي استطاليت مع محمد عبد الله في داره وصق سان على بزاف امر الشيش ولس دي كنفيرمي معي اشكل صحى اسكرية اشكل شوفر اشكل تعامن باحثين وثم يفيترين وفي وسطهم ثم مم قاش تايق فيه مم معا لم كنت معي محمد عبد الله ثم في البلسيطة وصعه قال هالي مباد محمد عبد الله قالوا عصره وحكم منه محمد عبد الله ثم الداني عنده واحد صديقات تاعه كانت اوكرانية سموها زفيته صديقات تاعه بدت عندها يومين مباد حولني للسوكن تاعه لانه مباده استفاد من سوكن تاع الوجوء اعطاها دار ثم في سنقوان اكزاكت في هزو شنابر ان شاء الله بقيت انا معه في شونبرات الماكين بقيت معه مدة ست ايام في ديك ست ايام بدي سقسيني بس يزيدوا يكونفيرمي واشكل صحى اسكري حبي يغادر البلاد ولا لكان امن ولا حبسها ولا بس يكونفيرمي معايا بقيت دايما محمد عبد الله دايبان يتبع فيه يشوفني مع من نهضر التليفون بسما مشي ثايقين مشي ثايقين بشوية 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 عادل باش بسيق فيه العربية زيتوت وبدأ يتواصل معي لانه اليوم المتلولة لما كنت لما قادرت ما كانش يتواصل معايا كل يوم كان يتواصل معايا خطرة في الشهر خطرة في كينجور واشراك لا باش سيقسيني على صحتي برك ونبه بدأت تسترشهر في نوفمبر 2019 باش شتاقت فيه قائق باش 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 باي عادل لابدا عادل يتواصل معايا يخبرني يتواصل معايا يخبرني يوصيني لما كنت في آليكنت تهضرت مع محمد عبد الله قلت له محمد عبد الله قلت له رح نبقى هنا في أليكنت محمد عبدالله قال لي من الأحسن أنك ما نبقاش في أليكنت وقال له أنا ثانية نشوفها من الأحسن أني ما نبقاش في أليكنت ضرت في رأيي قل له ما نبقاش في أليكنت قلت له نطلع للنور وقال له بلاسة وما كسلي زازيري شوال المم بكت خايف ما مبانيكي ما علي بيش يشراني قاعد ندير ما نعرفش اللغة نخضر غير فرنسي ما يفهمو استمال فرنسي ما نعرفش كيف نتواصل مع الناس ما نعرفش من نركب ما خايف الفيزة تموت لي وكان يحكموني لابوليس ما نعرفش يعني الضوما كيف يدور سمع قال لي من الأحسن أنك تروح للنور قلت له نروح قال لي هم حلوا مركز جديد في بامبلونة قال لي روحوا في بامبلونة روحت لبامبلونة باش نقدم طلب لوجوء دخلت ما عندهم قلت لهم بغي نقدم طلب لوجوء بهم بالمناسبة طلب لوجوء بزاف ناس تحسبك مباشرة لما تروح تقدم طلب لوجوء ومن بعد هما يفصلوا في أسكو إيمانيتر أسكو سياسي أسكو عجل روليجي أسكو أبزاف سوال حتما هما بعد يقرروا روحت لبامبلونة باش نقدم طلب لوجوء رفضوا لي بسكو دومونة ولي شاهدوا تساكن كما أنا دومونة يتعلق أس أني كنت نشارك في المسيرة التعالحيراك قدمت لهم صور تائي في الحيراك وكذا وزع ما عسكري بليني عسكري وغاني متابع من طرف من طرف النظام ولو كان التحكم يدخلوني للحبس ما حبوش قالوا لازم تجيب منه ورق ساكن وأنا ما عندي شيء نسكن طالع جديد مش يداي معايا دراهن يا ربي يداي معايا 1,500 مورو مشي بالزعف ما تكفينيش بمبلونة رفضوا لي طالب لوجوء بقيت فيها ربعيان بقيت في مبات في مركز تعلم مشاريدي يسموه بيرقي الناس اللي تفهم له ها إسبانيا تعرف وش معناها بيرقي بيرقي هذا مركز خاص بالمشاريدي والناس اللي معنوه وشوين تبات يخلوك فيها ربعيام ماكسيمو مور ربعيام يحاوزوك روح بات في الزنقاء ربي سهل لك لما يسبوك الزنقاء يديرو لك بروسك عايط محمد عبد الله قلو ماقدرش نوات في بمبلونة خلاص قلو باشكو هذي بمبلونة قلو صعيب عليها بزاف من بعد قلت محمد عبد الله قلو راح نروح قال لي ننصحك راح لسان سيباسيا سان سيباسيا هذي مدينة جاي في الحدود الفرنسية الإسبانية مدينة ساحلية شغل توريس ما فيهاش ما فيهاش العرب خلاص فيها غير يقول طلعت المدينة سان سيباسيا ثم تلاقيت بواحد فاميلت فاميلت محمد يسمو السفيان ما نعرفوش مواطن مدني شغل بدي وريلي الأمور محمد عبد الله هو اللي وصل معاه باش يوريلي وين نبات باش مراكز على المشرة ما نعرفوش موين جايه نجاي نبعات شوي على المدينة سيباسيا واحد جاي في أطاقورريطة واحد جاي في فرينتيريا وحد كل واحد وين جاي باش ما نعرفش ما ترانسبوم ما عاشو مين نركب من كيفش نشري بيه ثم هو يوريلي ديفوه يكون خدام عند الريستورانت عشناوة يعيط لي بالتليفون أنا نعيط لي بالتليفون نقوله وين نركب كيفش نشري بيه وين عاتلي ي يشعر الكاميرا يقول يضغط على هذا البطن يضغط على هذه البطنة يركب يا ريب ي oro فلانية يتوصل على إتزال ومن المنطقة دلقت مركز مشاردين دخل مركز مكفل الذي تتعطي للأسمية بدأت مركز في المركز المشاردين بدأت تفل مركز المشاردين حوالي شهر حوالي شهر كل خطرة مركز مركز ربع أيام هنا ربع أيام في السنوطر الأخر مركز سيمانا في السنوطر الأخر بعد كيكمل لي هذك الشهر بديت مبات بره بالموازات مع تقديم طلب اللجوء إلى السلطات الإسبانية بدأت الاتصالات بين أعضاء المنظمة الإرهابية رشاد والإرهابي محمد بن حليمة لاستغلاله حيث وقع اتفاق بين الإرهابي محمد العربي زيطوت والإرهابي موقوف محمد بن عبدالله لتبدأ أول فصول الخيانة العربي زيطوتوتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتواتو clothing is popular قد اتواصل معي في هذا الفترة يقول لي وشراك وشخصك كشم دراها منعام مووكشما وانا كنت نرفض دائمهي انقول Whoever Dragons are not a ни at him دائماً نقول لا مو خصني ولاه ولاوما كنت مبعاك من قس طول Serve Uh من بعد شغلك اتزيرت علي الحالة وبديت شططيح oy اط missedori كي بدأتشتطي حلية وبدأت نحس بالدد تزير علي الحالة بديت نقول له نقول له خصني دراها مكتا بدأ يبعث لي معا الناس معا الناس ما نعرفهمش مثلا نلعب عربي زيتوت ما يتواصلش معاي مباشرة نانية مام هو ما يتواصلش معاي كي بغي يبعث لك دراها مهو ما يتواصلش هو باسمه ولا بالكونت التاعه يبعث لك اشخاص وحد اخرين مثلا ببعت موسى الزراري مليون بعت ميلوت خوه بعت سماعين زيتوت خوه يبعتوا لي في وستر نيونيون يبعتوا لي مبلغة عمية وخمسين أورو مائتين أورو بس نكري في الوطيل بس ناكل لأنه كملوا لي دراهم ولي تقريبا كي بقعت لي واحد مائة وخمسين أورو ولا مائتين أورو قبل ما نبدأ نضموندي عليه دراهم بديتناكل باطاطون في النهار بس نصبر روحي باطاطون في النهار مور لايب عيط لي فرح فرح بارك الله فيك وشكرا ويذكروا كالتاريخ وانت راك جندي من جنود الله شغل شغل يرد هالك واحد يردك شغل انت رك حاكم لموت بلي خلاص صاي سيبون حياتك ضمنة برا وراك سيبون وراك دخلت في المعارضة وراك سيبون كلش مضمون سيبون كلش مضمون بعد البث المباشر الذي قام به الإرهابي محمد بن حليمة مع الإرهابي محمد العربي الزيتغوت انضم إلى المؤامرة الإرهابي بوخرس أمير المدعو أمير ديزاد والمقيم بفرنسا أول اتصال تاعي كان مع أمير كان بعد هاب ربعيان بعد ما درت اللايف تاعي مع العربي الزيتغوت بعد هاب ربعيان كان جوية 22 سبتمبر 2019 فقد يهم ثما ينطل تقديم فإن حققت لستثقHa فقد فصلت لست قسم وقمت أن تتعلم في وزارة الدفاع وقمت ذلك واب رؤيته واب روحتك واسة ساول cso وهناه كالنا ذكون الحمد لله قال لي، تسог معي ست Rules أخبرك ذلك، كيف سأتهب معك... قال له تسولنا 포 olmayي ست conspirأت و Approver قال له، أم لا مشكل! أخبرل لي، هل است否تперك أقدم باعتدбы بهالعالم قال بأكد، لسي مشكل كنت نرى هنا وجOut شاب الله تعيجним إتشار هذا الشبك في 2018 طاعش منا. قلت شوفوك شغل حاجة كبيرة. شوفو حاجة كبيرة بزار. حاجة كبيرة اللي خارقة العادة إنسان شغل اكسراوردينار شغل جاي من الكوكب آخر. نشوفو ملهم نشوفو. قلت نشوفو حاجة كبيرة بزار. لما تواصل معا ما شغل ما صدقت كيف عشان. انا مري تواصل معا انا 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 اضرت معا حادي. شغل كانت بفرحة كفرحت. شوفو كتواصل معا فرحت. شوفو حطيتو حاجة كبيرة. بصحان بعد كي قربت له عن قرب عرفت صوالح بزاف. عرفت صوالح بزاف وعرفت وقال لي ماهوش ماهوش إنسان اللي ليتيق فيه. ولا إنسان اللي كما نقوله حنا تعقمنا ولا تعحشنا ولا ماهوش ماهوش. قال لي اطلع معايا لايب. قلت له قلت له مش مشكل نطلع معايا لايب. قلت له مش مشكل. قال لي كش ما خصك دراهم ولا انا. قلت له اني منزير قلت له ما عندي شورا نينبات وكل قلت له خلاص. قال لي سهلة. مام هو هو ما يتعامش باسمه. مام دراهم كي يبعث ولا ما يبعث باسمه. يبعث الناس بحد اخرين. بعت لي معا وحدة يسموها هارين بوثريد. عاشا في فرنصا. ما نعرف هاش تواصلت معايا في الميسنجر. قلت لي ورا كتباته هنا. قلت له اني مبات برا على الكارتون. وصح قلت مبات برا على الكارتون. ما عندي شوين مبات. بدأت بعت لي دراهم. بعت لي خطرات روصون اورو. وبعت لي دوزين فوط روصون اورو. وريزرفت لي فلوتين. باش بتفلوتين. دخلت ولي تمبات في لي زوتين هذوك. ولي تريزرفي دي فيهم هي. ودراهم هذوك اللي كانت تمدهم اللي كنت نشريهم بذ غداظ. نتعشى بيهم. يعني اموري الشخصية. حياتي الشخصية. اثناء اقامة الارهابي محمد بن حليمة بمركز اللاجئين بطلوسة باسبانيا. بدأ في نشاطه التخريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل عبر المباشر. وهناك بدأ يتعرض لعدة ضغوطات داخل المركز. مما جعله يبدي رغبته للارهابي محمد العربي في التنقل الى فرنسا. في اكتوبر 2019 تخطت المركز اللوجو في مدينة طلوسة. تخطت المركز اللوجو سيصيبهم. كدخلوني المركز اللوجو سيصيبهم ما نحتاج مساعدة. ثم الدولة الاسبانية هي اللي تكفل بك خاصة كالاجئ. هي اللي توكلك هي اللي تشربك هي اللي يداد. هي اللي يديلك تاع كارطة تاع طبيب وينداوي. ثم امور كالاجئ. دخلت المركز اللوجو طلوسة كالاجئ. بديت ندير في اللايف التما. ربما تشوف اللايف التاعي حي تحجرها. ثم كانت في واحد الصالة كنا نغسل فيها القش. يعني صالة خاوية فيها طابلة فيها كراسة ونرحوا نقرأوا نتعلموا اللغة الإسبانية وفدها. كانت امور عادية. كنت لما ندير اللايف والله يتصل بيس معي زيتوتو ويشغل يوجهني. هاوش تهدر هاوش تقول هاوش وتعوش تدير ها كيفاشا 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 كيفاش. ما امور منظمة. النات الانت الى تعاني يتصل واصلة بجرمة من يسجل خطره خطره في الجالسaux و син الا delle عدة يونيوا علي可能 ل zer das الدخل مع كل سناعين في الصفحة الت from�ets مرتد و هذه عن حبيث mitä يشرفلك على القناة اليوتيوب. قل له القناة اليوتيوب هذي الدخل منها ما داخل وتعاون روحك بها. مصروفكش ما تشريكش ما تقضيكش ما. قلت له اوكي مشي مشكلة. خلاص. دخلت معيش معين زيتوت كي ما كان الحال. سمعين زيتوت بومشي واحده ما يخدمش واحده. وكان واحد شخص ما نعرفش اسمه. عنده عن كونت على التليجرام يسمو هرمس. هذا هرمس عايش في الماريكان. هو اللي حاكم لهم اللي كونت او حمت على اليوتيوب. حاكم تاع امير حاكم تاع محمد عبدالله حاكم تاعي حاكم حاكم تاع زيتوت حاكم بزاف حاكمين عندهم حتى قنوات تاوحهم. كي يكون عندك مشكلة اليوتيوب ولا مشكلة على الصفحة ولا يكون تاكتيك غلاء كتبة ما يعاية لكش اتصال هاتفي لانو التليجرام شوية معقد قادر يقطع لك المكالمات ما تقدر ستتواصل معاه يقطع لك الاااااا يقلع لك النمير وتعتيلي فو ما تقدرش تشوف النمير وتعتيلي فو تحبيه قادر يستطيع كلمة صحيح تسمى التليجرام شغل مزيّر بزاف بالسيكوريتي تعيوه. تسمى يكتب معاك برك يقول لك اهلا لباس واشراك راني ريقل لك الفيديو هذك اللي دار وليك عليه استراعك بثالان. ولا اهلا السلام عليكم راني ريقل لك المداخل تاع اليوتيوب سيبو باقي غنستنه وتاع جوجل ادسنس ي يرسلك الكود هذك ويقولوا يدخلك المداخل في كونت تاعك تاع كونت كونت بونكر اسبانيول. اسماعي يمدهم يفرقهم مثلا يفرقهم على امر. يعيط لي يعني يقولي ها واش كينها واش تهدرها واش تقول. يعيط ثاني محمد عبدالله ها واش تهدرها واش تقول ها واش كينها واش كين. يعني كل شي منظمو سمعي زيطط. والعربي زيطط هو الراس طه راشد. هذك يقول لك احنا مجلس شوري واحنا ننننننننننننع. قراءت نتاخله نحن احنا كيمارانا في سبعة لانه هما خمسة شكون. عربي زيطط. حباش عروا مراد هينه. راشد مسلي. ونازيم طالب. وعندهم زوج ما يبانوش. شكون هادوك زوج؟ زوج قوضات. دي فرنكو الزيرين. عايشين في فرنسا هما جزيريين. ما يبانوش هذو وقاع. هو ما يضطرق في حركة راشد مباشرة. هو مدينج. سرتو هذو اللي زنفليونسر وعلم مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقومون بها وكل شيء لا يجنّدهم لأنه لو كان يجنّدهم مثلاً أنا جان أنا لو كان أخرج عندي لليف صديقه ما نقول فيه بس كوني جان مكس لي حكم فيها ما عندي ما عندي صديقه نقول كل ما طايحها أو لا هو ما يبغيش يتبناني ما يتبنك شغل كأنصر أو عضو من حركة راشاد يخليك عنواز وليبر يخليك عصفور حر شيء يغرس لك ناس يخليك ناس ملتحت هم بعد يمدّو لك أفكار وانت تبالك شغل أفكار وتبالك شغول لك تدير في حاجة مليحة أو لايف وكلتا وهو راي يفوت في البروباقون الميدياتيك تعوى وهذا مكان بعدها تخلت لك المركز طولوسة في المركز طولوسة بديت تنزيل في اللايفات يذهب سمع زيتوتي يتواصل معي ويقدموني على أساس أفكار ويقدمونك على أساس أفكار وما يقدرش يجي ويقولك دير هذي ودير هذي ودير هذي بس كون بعد يجيك مارغان تاي كإنسان تشعر بأنه ركاين واحد يقيد فيك ثم تتنازل بقولهم الله ما تقيدونيش ثم هو يجيك على أساس كشغل صاحبك وراه يوري لك وراه كشغل قاعد يعاونك يطلح فيك باش يردك حاجة كبيرة وكذا بقيت في مركز طول وسا بقيت مدة من 25 أكتوبر 2019 إلى غاية 31 أوت 2020 أطول مدة يبقى ها لاجئ في مركز اللوجو تلقي الضغوطات من طرف السلطة الإسبانية تلقي الضغوطات كبيرة لأنه كعسكري وتتكلم في اللايفات وكلش دائما يحاولوا يضغط عليك لم يحاولوا لي ورقة وقالوا لي سينيها قلت لك ما تدير ناش لفيديو تاوعك في اليوتيوب والفيسبوك ما تديرهم ناش بالويفي تعنا أنا كنت تواصل مع زيتو قلت لما كان محمد عبد الله في مركز طرحية قلت نتواصل معه وقلت له وقلت له وقلت له بلي راح نغادر إسبانيا هو يقول لي لا 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 تغادرش لا لا تغادرش وانا كانت تواصل معي ومحمد عبد الله قل لي قل لي را هم جو الشرطة إسبانيا هنا عندي في المركز الطرحية قل لي هم شقسوني عليك قال لي بسوا لماذا يستقسو علي أنا على بالهم بيا وينسكين عندهم شاهدة الإقامة وينسكين عندهم كل شيء لديو ديرك فلأ هم جو راحيني سقسو فيك قال لي والله ما على بالي أنا تم على بالي بلي راحين يحتاقلوني قلت لهم انغادر أحسن من اللي يدوني هضرت مع زيتوط قلت له انغادر قل لي الاكعد قلت له انغادر قال لي خلاص غادر قلت له كيف حتى ندير وش كوني يقطعني شكوني يديني لا أعرف كيف يركبه في فرنسا صديق من البوليس قال لي تكي جوناسي الدوك أعطاني نمر وتعد ريسي عبدالله بقيت نهضر مع ريسي عبدالله هذا وحد ثلثي يام حتى الى 20 ياوت الى 20 ياوت دي ماريت رحت سان سباستيان من بيلبا ورحت سان سباستيان من سان سباستيان من سان سباستيان دخلت الهندية من هندية تلاقي مع السعيدي حياوي